خياس مؤشرات الأدائي KPI K Performance Indicator لو أنا ما جبتش الكوارتل الأولاني مثلا جايب 20% جايب 50% لو أنا مش هجيب السنة فإن أنا لازم أقعد بقى مع الشخص ما سيبهوش يقع وبعد كده استناء آخر السنة لأن أنا في الأول وفي الآخر إحنا طرفين مقص؟ في مقص بيقص الواحد جماعة طرف واحد بيقص الواحد هيعمل لك إيه المقص لطرف واحد ده؟ هيعورك سواء أنت كشركة أو أنت كإيه؟ كموظف أنا مصلحتي مع الشركة والشركة مصلحية تقوم معي الشركة عاوزة المديرة أحسن واحد في الدنيا هو لما تبقى أنت أحسن واحد في الدنيا أنا كشركة هيبقى إيه؟ لأن أنا في الأول وفي الآخر ده تيم لو حضرتك جبت 100% وده جاب 110 وده جاب 150 وده جاب 90 وده جاب 85 وده جاب 120 أنا كشركة هبقى مبسوط وسعيد هتبقى العلاقة عاملة إزاي؟ مش القط والفار ألزأ بيع لعملة بقى أنا بعت وبعد كده بقى المرتجعات بقى فاير على مين؟ على الشركة العلاقة اللي بيننا أصلا إحنا بارتنر إحنا مش في حتة والشركة في حتة مبلعبش القط والفار إزاي النهار ده؟ أهرب من مديري عشان أشتغل 7 ساعات بدل 9 ساعات وهو طوله النهار يجري وراي عايزي شغلني 9 ساعات لازم تعمل إيه؟ تعمل كيبي آي ويبقى عليها إنسنتيف للناس طرجة ده أنا بأقبض عليه أباخد نسبه اللي بيعمل حاجة كويسة أسلم عليه وأقول له الله ينور واللي يعمل حاجة وحشة أقول له خلي بالك أنت ماشي في الطريق الغلط اللاند مارك بالنسبة لك أنت مش شايفة أبتدي أحلله مشكلة ويمكن هو عنده مشكلة في الكلينت ممكن تبقى في الأول يعني أنا كموظف مزعجة بالنسبة لي وأنا يبقى عندي تارجيت وعندي كيبي آي